مولد النبي مولد النبي بدعة حسنة نعم هم بتويتر أحد مشهورين السوشيال ميديا شفت إطلالي بالتايم لاين أم عصب زعلان يقول ليش عصبته أنا ما كنت أدري أن مولد النبي بدعة الضوء يمشي في الثانية الوحدة تدري كم كم تدرون كم أم لا مو علمين أنت هوا واضح أدبي ها هم عصبي سيدنا ترى أنا مو عصبي أنت ييب دليل على وجوب الحجاب تالي رحمه الله أنت يقول شيء ثاني الله المستعب هو يشد هو يشد يجمع عصد قبليس قبليس الكبرى يقول أنه أنا ترى أنا أحترم أنك قاوم موايد وما تعلق كثيرا لا أنا في مقام الشرح هل هذا الإكثار يشعرك بالإحباط؟ أبدا أبدا حياكم الله في بودكاست شخ شقة اليوم سنتكلم عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وهل أكو مشاكل في السيرة والذهن الشيعي يجب أن لا يعتقد بها أولا ورح نتكلم شوية عن المولد النبوي وهل إحياء المولد بدعة ما يصير نحيه أم لازم نحيه وهي سنة وشويهم رح نتكلم عن زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله واليوم رح يكونوا إيانا ضيفنا العزيز الأخ والصديق السيد مسل علي حياك الله سيدنا الله يحياك يسحفظك إن شاء الله حياك الله الحمد لله بخير وعافظة سيد على طول ندخل في الموضوع ذاك اليوم في تويتر شفت تغريدة عن الزواج ودور المرأة ويجب الرجل أن يتزوج امرأة قوية نعم ليش؟ لأن المرأة القوية تكون عاونا للرجل فلا تتزوج المرأة الضعيفة ما أحد يبيها فضرب مثال قال مثل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله في أشد لحظات ضعفه وخوفه وارتباكه وتردده استعانى بالامرأة القوية العظيمة وهي خديجة بنت خويلد سلام الله عليها فالسؤال سيدنا هل فعلا كان النبي بها طبعا الكلام كان عن المبعث النبوي فهل كان النبي خائف متردد ضعيف حتى يلجأ للسيدة خديجة وشنو حصل؟ تمام بسم الله الرحمن الرحيم مسألة نزول الوحي في لها قراءتان قراءة الأولى غير مدرسة الشيعة صبر أن النبي صلى الله عليه وآله نزل عليه الوحي وكان مرتبك نزل عليه جبرائيل وقال لا اقرأ قال ما أنا بيقارئ قال اقرأ إلى أن غطه جبرائيل غطه يعني أشبه بأنه مسك مثلا من حنجر تحيل أنه اقرأ هذا التصور موجود في كتب المسلمين وصار مجموعة من الأحداث ورجع النبي صلى الله عليه وآله كما يصور هذه الطريقة تصور بأن النبي صلى الله عليه وآله رجعه خايف ومرتبك وشاف خديجة عليها السلام وقص عليها اللي صار وقال لها زمليني غطيني خايف وتعبان ويتصبب عرقا بعدين خديجة عليها السلام حسب ما تروي هذه القصة أخذت النبي صلى الله عليه وآله حق واحد يسر لها نقول ودخالتها ورقة بن نوفل فلوه كان مسيحي فهذا الرجل المسيحي بلاش يقول حق النبي صلى الله عليه وآله شلون الأحداث وقام النبي قصله صلى الله عليه وآله فقال لها خلاص تطمن هذا وحي صجي وانت خلاص صرت فاعتمد النبي على على كلام مسيحي هذا التصور الأول الموجود في غير كتب الشيعة وهذا مشفور ومنتشر كثيرا كنا درسنا في المدارس وحفظنا طبعا نحن نعتقد على غرار هذا تماما أول شيء نحن عندنا مشكلة نحن شيء عندنا مشكلة وهو أن نقدس النبي صلى الله عليه وآله بطريقة غير طبيعية هذه مشكلتنا فعلا مشكلة لأن نحن لو تفرض لأي إنسان مثلا هو يصلي طول عمره النبي يصلي أكثر مننا صلى الله عليه وآله يتيب أشجع إنسان النبي أشجع مننا صلى الله عليه وآله يتيب أتقى إنسان النبي صلى الله عليه وآله طبعا أنا من باب التنزول لا يقاس به أحد صلى الله عليه وآله فهذه مشكلة شكلتنا أنه فعلا كيف تابعونا نتجاوب معه مثل هذه القصص فلما نحن نقدس النبي صلى الله عليه وآله ونجعله على القمة قمة بلا قياسب ولا أحد فصرنا كنا نتهم إننا عندنا مثلا غلو وتعظيم وتقديس وتكبير للنبي صلى الله عليه وآله مع أن أئمتنا عليه وآله علمونا شيء لطيف جدا هذه رواية صحيحة عن إمام الباقر عليه السلام موجودة في الكافية يقول له إن النبي صلى الله عليه وآله لا يوصف يعني ما تقدر تصف رسول الله صلى الله عليه وآله حق وصفه هذا الإمام الباقر يقول لا يوصف لا يوصف وهو المعصوم الله وشوف الاستدلال المنطقي والواضح بعدين يقول وكيف يوصف تعالى شو أنت بتوصفه وقد احتجب الله بسبعا الله خلاص احتجب عن البشرية احتجب ليس معناتها والعياذ بلا راح ورا حجب بمجرد المعنى معنى أنه لا يمكن أن يدرك قطعا أنت تتكلم عن العلم المطلق القدرة المطلقة الحكمة المطلقة أي شيء تصفه بالله سبحانه وتعالى فما لحد فهذا الإله العظيم الذي احتجب عن الناس بعدين يقول الإمام عليه السلام فجعل طاعته في الأرض كطاعته في السماء الله الله يعني هذا النبي صلى الله عليه وقاله أي شيء يسوي أي شيء يقوله فهذا يمثل رب العالمين كيف يمكن لإنسان أن يمثل القيم المطلقة هذا صعب فما بالك لإنسان يمثل الله سبحانه وتعالى فمستحيل بعدين يقول الإمام عليه السلام ثم قال من أطاع هذا فقد أطاعني ومن عصأه فقد عصاني وبعد قال الآية المباركة للدل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وآله ما أتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانته شلون يعني هذا أي كلمة يقولها صلى الله عليه وآله فهي من الله سبحانه وتعالى فإذا واحد قدر يفهم شيء بسيط عن الله سبحانه وتعالى وقدر يفهم هذه الملازمة بين الله سبحانه وتعالى وبين النبي صلى الله عليه وآله ويقف العقل حائر شون يتكلم عن شخصية الرسول العظم صلى الله عليه وآله فقلت لك المشكلة تكمن هنا هذا سبب المشكلة أننا نعاني مع الآخرين أننا نرى أن الرسول صلى الله عليه وآله أعظم من العظم نفسه فهذا الشيء يجعلنا نقدس ساحته صلى الله عليه وآله عن كل الجوال فإحنا اعتقادنا أن النبي صلى الله عليه وآله أول شيء إحنا نرجع شوي لي وراء إحنا في رواياتنا وفي بعض الآيات المباركة تشير إليها المعنى بشكل مواضح لكن مع رجوعنا للمعليم سامسي الواضح إحنا ننطلق أن النبي صلى الله عليه وآله خلق كنور قبل هالكون هذا كله وقبل السماوات وقبل الأرض وكان يسبح الله سبحانه وتعالى ويقدس والشيخ الصدوق رحمة الله عليه الذي روى الزيارة الجامعة وروى فعلا للشراغ عدة روايات وفيه ما هو معتبر وصحيح سندان في الكافي وغيره فالمسألة واضحة عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله كان نور كان نور قبل هذا الكون كله وكان لما نقول نور ومعناه أنه والعياذ بلا لا يعيه كان يعيه ويعلم ويفهم ويرى ويسمع ويتفاعل وعندنا في الروايات أصلا يقول الروايات يتعبد يقول سبحنا فسبحت الملائكة وهذا ما فيه أي نوع من أنواع الغلوب بالعكس سأقدر أشكل عليك هنا يا شيخنا وين عيل أنا بشر مثلكم هذه الشغلة هذا الشيء راجع أنه هو شوف في شيء يقولون في علم الأصول أنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة أو الكلام ما يصير لأطلاق هذا بحث طويل خلني اختصره أنت تقول مثلا أنا بشر مثلكم السؤال والبشرية لها معنى معين أحين البشر يوحى إليه؟ لا يوحى إليه كل بشر يعني كل بشر لا يوحى إليه فأقول خلاص بما أن النبي صلى الله عليه وبشر إذن البشر لا يوحى إليه إذن النبي لا يوحى إليه هذا ربط البشرية كانت لها مقدار معين ترفع الشبهة عن الناس أن ترى أنا مو إله ولا أنا رب ولا أنا ملك أنا بشر مثلكم ولكن يوحى إليه مرتبط بأله سبحانه وتعالى فمعناتها آكل أشرب واضح أقوم أقعد أصوم على كلامك شيخنا فما المانع سيدنا عفوا فما المانع أن النبي بما أن بشر يصوم ويشرب وياكل ويعطش مثلا نعم ويشعر نعم خبش المانع أنه شوية تحوش حالة يعني خب الوحي مو كان أمر عادي نعم على النبي صلى الله عليه فإذا خاف أو ارتبك ليش يعني أنت واي متعصبين أنه لازم النبي أبدا ما يشعر هنا نعم شوف الله شي يقول لا يخاف لدي المرسل الله سبحانه وتعالى يقول المرسل ما يخاف زي فالله سبحانه وتعالى ينفي الخوف عنهم الأنبياء عليهم والسلام ثم إحنا رحنا شوي بعيد دعنا نتكلم بشكل سريع قلنا بأن البشرية لها جهة معينة جهة الأكل والشرب ومساء الأخرى الزواج وغيرها من هالمساء ولكن هو في حقيقته صلى الله عليه وآله عظم ما يدرك هالإنسان فالنبي صلى الله عليه وآله كان نورا في الأصلاب الشامخة هذه في زيارة الجامعة فجعلكم أنوارا بعرشه محدقين محدقين معناته أن الأم عليهم السلام وعلى رأيسم النبي صلى الله عليه وآله كانت مسألة بالنسبة لهم قديمة ثم الإمام علي عليه السلام في الأرض وهي نشأة الأرض في فيه نهج البلاغ رواية معروفة على الإمام علي عليه السلام نصر لقد سلك به بالنبي صلى الله عليه وآله منذ أن كان فطيما أعظم ملائكته الله عز وجل سلك به منذ أن من صغره نعم كان ويام ملك من أعظم ملائكته يعني قزك المسلك للنبي الأكرم في حياته كان مقدر نعم ظاهر الروايات شوف النبي صلى الله عليه ويعرفهم مسألة ليست حادثة عليه فهذا التصور في عقيدتنا ما كان تصور فجائي إنه نبي آه ما كنت يلا نزل موت شديس كان يدري كان يدري إنه نبي صلى الله عليه وآله والأنبياء عليه السلام بشروا به النبي صلى الله عليه وآله قبل أن قلت لك ينزل إلى يعني قبل أن تتكون نطفة في دار الدنيا كانوا أنوارا صلوات الله عليهم في عالم الذار والآية المباركة أشارت إلى ذلك العالم فالمسألة ما كانت وديدة اللحظة إنه ما كان يدري ثم تفاجأ مرة واحدة إنه وصار نبي ومن هذا وشن الوحي وليش كذا أبدا موت شديس وخصوصا إن هذه الرواية تشير إن علاقة النبي صلى الله عليه وآله مع الملاكة كانت علاقة قديمة فالمسألة ليست مسألة حادثة ثم نحن نعتقد إن الأنبياء عليه المسلام لهم كتب صح ولهم تاركة كما في الروايات هذه التاركة تنتقل من شخص إلى شخص من زين فمن الواضح إنه تم تسليم هذه الأمور للنبي صلى الله عليه وآله ويوم اللي يبعث فيه نقدر نشير السيد الحكيم في كتابه سيدنا أشار إلى أن أبو طالب صلى الله عليه كان يعلم وكان عندك كأنما نبوآت عن نبي نعم عدة أخبار هذا الشيء في عدة روايات وعدة أخبار صح التعبير أن أبو طالب عليه السلام يبشر فاطمة بنت أسد عليه السلام بأن الإمام علي عليه السلام رح يكون يعني نحن قاعد نتكلم أن الأطراف المحيطة بالنبي الأكرم صلى الله عليه كانوا يعلمون أنه هو النبي أهل الكتاب يعلمون هذا شيء غريب اليهود أتوا ينتظرون نعم يو إلى المدينة ويو إلى مكة وجلسوا هناك وعدة آيات أشارة كل يعلم اليهود تعلم قريش تعلم نعم في المجمل إلا هو لا يعلم إلا النبي لا يعلم هذا شيء غريب فأحنا أعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله كان نبيا الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله مسألة الرسالة أنه الآن يجب عليه التبليغ بتفاصيل معينة فيرى صلى الله عليه وآله ويسمع وإلى آخر قبل أن ندخل في الرأي المقابل الذي هو الرأي الجعفري في هذه القضية هل في خطورة على المكلف الشيعي إذا أعتقد أن النبي كان خائفا مرتبكا يعني مصدوم يعني هل لازم نعالج هذه المشكلة نبحثها ونخوف خلها ليش يعني خلها تعبر فيمان الله أعتقد فيه نبي وخلاص نعم نسبة الخوف من غير مبرر هذا فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وآله تكاعد التهم يعني أنت هذا شيء قد ما تتقبله لعله في الحياة شفنا إنسان ناس شفت أنا جزء من هالناس يعني بحيث أنه مثلا ما عنده مشكلة يروح يدخل إلى ماكن ظلمة ويروح البر بروحة ويمشي ومثلا من باب اللعنين الشجاعة والوناس يرى إذا فعلنا فيه شيء اسمه جن ولا مجن يروح بروحة بيوت مهجورة وكذا وهو واحد هذا ما تتقبل عليه الخوف وتتقبل على النبي صلى الله عليه وآله وآله يخاف يعني إذا كانوا الناس في جزء منهم يخافون وقد يفهم عرفا أن هذا نوع من أنواع النقص في الإنسان فإذا حصلت نسبة النقص أو الانتهام طبعا والآية المباركة أشارت أن الأنبياء عليه وآله يخافون طبعا في آية ذكرت موسى عليه السلام وجهتها الروايات الشريفة الخوف على الدين اللي خرج خائفا يترقب نعم خائف على دين قومة دين قومة أو خائف على الدين بشكل عام هذا دين قومة إحدى المصادق لأنه برحيل موسى عليه السلام مع عدم تهيئة الأرضية روح الدين فينتقض الهدف من بعثة موسى عليه السلام قب مو هو موت شخصه مو لذاته حلو 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 واضح واضح خائف على أمور ثانية لمن ألقوا العصي الطرف المقابل وشافوها الناس وسحروا أعيون الناس فموسى عليه السلام خاف عليهم أنهم ينحرفون هذا له عدة توجيهات نحن مو في محل بيانة نحن عندنا الرواية أو رواياتنا بشكل عام الموجودة في مصادرنا إن النبي صلى الله عليه وقال لمن كان في غار حراء ونزل عليه الوحي نزل عليه مستأذنا كما نفهم المجموعة الروايات نحن عندنا رواية على الإمام الصادق عليه السلام مروية إن الوحي لا ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله إلا مستأذنا مستأذنا يطلب الإذن من النبي صلى الله عليه وآله والرواية تقول وكان يجلس بين يديه جلسة العبد جبرائيل عليه السلام سيدنا تقع تقول أكس المفهوم الموجود تماما طبعا تتكلم عن أشرف من خلق الله عز وجل على الإطلاق فيعني أي كمال في الدنيا أي كمال من أي إنسان ما يقارن بالنبي صلى الله عليه وآله سيدنا اللي الله عز وجل بعثه ليبلغ الرسالة يذهب نعم كالمستأذن كالمستأذن هذا مقتضى الأدم لأن النبي صلى الله عليه وآله حج على كل الملائكة وعلى كل الخط موهما حج على النبي صلى الله عليه وآله وهو صلى الله عليه وآله حج عليه فطبيعة الحال من الذي يكون له المقدار الأعظم الحاجو إلى المحجوج نبي صلى الله عليه وآله هو سيد الكائنات و الكائنات منها الملائكة فهو سيد الكائنات جميعا فيجلس بين يديه جلسة العبد جلسة المتأدب وهذا شرف لجبرائيل جبرائيل تشرف بهذا أصلا في الإسراء والمعراج عندنا رواية أن يسأل ليش صار في إسراء والمعراج عندنا مجموعة روايات تقولها المعنى صار إسراء والمعراج أن الله أراد أن يشرف ملائكته برؤيته مضمون رواية لرسول الله حتى يتشرفون ويشوفون بعينه النبي صلى الله عليه وليسر به إلى السماء فأراد أن يشرف به ملائكته يشرف الملائكة برسول الله صلى الله عليه وآله فكان بقمة استكينة و بقمة الهدوء وأصلا هذه الكلمات التي صارت اقرأ ما أنا بقارئ عليها عدة ملاحظات أصلا يعني حتى هذه لا نعتقد فيها طبعا أبدا اقرأ ما أنا بقارئ طبعا لأنه خنرد نعيد صياغة السيناريو مرة ثانية أنت تخيل حين أنت تدعون بأن النبي صلى الله عليه وليس نبي شخص مثلا كان عادي على الدين إبراهيم عليه السلام هو قاعد في غار حراء و في روايتنا الإمام عليه السلام كان موجود سلام الله الآن إمام علي كان موجود موجود عندنا في الروايات روحي لك الفدا سلام الله فالحين أنظرنا في السيناريو المقابل النبي صلى الله عليه ونزل عليه الوحي وشاف مرة واحدة في غار حراء اثنين قاعدة 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 مرة واحدة طلع واحدة بجدامة ويقول له اقرأ الوضع الطبيعي منه منت مولانا السؤال استفسار حضرتكم شون دخلتوا هنا هذا طبيعي يعني أما مو طبيعي ان يصير هذا الحدث اقرأ اقول لا ما بيقرأ ما انا بيقارأ هذا هو المفهوم بعض حاول يوجهه كيف استعجل النبي في الرفض مو مورد الرفض مفروض انه هو الوضع الطبيعي منه انت الاشياء من انطرشك شنو كذا القضية وليما يقول له اقرأ يقول له شنو اقرأ ليش يقول له ما انا بيقارأ حلو حلو موياب لكتاب يقول له طالع ويقول له اقرأ اقرأ الايات اللي من بعدي يعني انا بقول لك جمع ايات اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق الوضع الطبيعي واحد يقول لك اقرأ يقول له شنو اقرأ انا ما اقرأ ما انا بيقارأ انا ما اقرأ شي يعني إن في ملاحظات على الكلام عموما بغل نظر عن ملاحظات الموجودة على هذا التصوير هنا عندنا نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وبلغه ما من الله سبحانه وتعالى روايات عندنا تقول خرج النبي صلى الله عليه وآله ولم يبقى من غار حراء إلى بيت خديج عليه السلام ولم يبقى من حجر ولا مدر ولا شجر ولا شيء إلا سلم عليه بالنبوة صلى الله عليه وآله فيسلم على النبي صلى الله عليه وآله ويبارك له هذا الوضع الطبيعي لأننا نعتقد بأن الأنبياء عليه ومسلم لهم سلطة على كل شيء وإذا تستغرب من كلامي هذا شون توجه إذن الآيات سليمان عليه السلام سليمان عليه السلام ما سمع كلام النم هذا الشيء واضح والآيات المباركة الأخرى أشارت إلى أن الكائنات وإن شيء إلا يسبح بحمد الآيات المباركة أشارت أن الكائنات تسبح دعنا نعيش اللحظة خرج النبي من الغار بعد أن نزل عليه جبرايل وبلغه بالرسالة طلع فكل شيء كان النبي يدوس عليه أو يشوفه يسلم عليه يسلم عليه بالنبوة أنك أنت نعم عجيب فدخل وهو بكامل سكينته ووقاره هني أقول لك ملاحظة هي موجودة في الروايات بسيقة طريقة ثانية بعدين هي بالرواية الملاحظة كالتالي الإنسان الحين أفرض الحين أفرض معي جدلا أن الحين سمح لنا أن نرى النبي العظيم صلى الله عليه جالس سؤال هذا الموقف يجعلنا في قمة الفرح والسعادة أو شيء ثاني فوجود أمثال النبي العظيم صلى الله عليه وآله والأم عليه والسلام والملائكة هذه الأمور توجب السكينة في قلب الإنسان هذا الطبيعي يعني صحيح آيات الله سبحانه وتعالى توجب الإطمئنان ألا بذكر الله شنو تطمئن تطمئن القلوب يعني هذه الأمور المعنوية العبادية تخلي إنسان كالله متطمن في قمة السكينة والهدوء فمو من المنطقي ولا الطبيعي إن نزول ملك مرسل من الله سبحانه وتعالى وتشريفا للنبي العظيم صلى الله عليه وآله بهذا المقام العظيم فتقولي بأنه رجعه وخائف هذا غير منطقي أبدا يعني العقل اللي يرفضه إن الله اختار الشخصية المثالية سؤال خليك طريب بعبارة ثانية الآن إذا أنت تقبل في حق إبرة مسكن إنها تخليك ترتاح ما تخلي وحي من الله سبحانه وتعالى خلي إنسان مرتاح يعني ممنطقي هذا الكلام عجيب يعني الوحي هو أصلا هذا الشيء أعظم ما يصدر للإنسان أن يوحى إليه أعظم من أعظم المراتب يرتبط الإنسان بالملائكة لأنه في لها حالة غيبية معينة وتكون رسالة من الله وتسمع كلام من جبرائيل قاعد يتكلم ويتحدث عن الله رسالة من الله سبحانه وتعالى وفيها تطمين وتبشير ورفعة وعظمة فتخلي الإنسان في قمة الهدوء والراحة والسعادة فمو من المنطق يراجعه خايف صلى الله عليه وآله فإحنا روايتنا على العكس تماما وعندنا في الرواية هذا سؤل للإمام الصادق عليه سامل ما خلتنا الذاكرة أظننا الصادق عليه سامل مضمون الرواية يسأل يقول إذا نزل عليه الوحي وكذا يخاف يقول لا يسأل يقول له اشترى النبي صلى الله عليه وآله إن هذا الوحي من الملك مو من الشيطان مجموعة من الأسئلة يقول له أصلا يمنين الوحي يشعر بسكينة غريبة فأصلا الاستدلال هو بسكينة لا لأن هذا طبيعي مو بخوفة أنت قعد تخيل حين أقول لك الله يتكلم معك هذه فرصة عظيمة الله يتكلم معك وصاحب الرسالة هو جبرائيل جبرائيل دوره إيصال إيصال رسالة الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وآله فحين ينزل جبرائيل عيسام على النبي صلى الله عليه وآله يقول له يا رسول الله إن العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول لك يتكلم معه هذا كلام الله لك يا رسول الله هذا شيء يخليك تخاف هذا شيء يخليك ترتعب ولا تشعر المؤمن يعني قلبه يجب أن يكون متيم قلبه يجب أن يكون قوي أنت تستذكر في حروب النبي صلى الله عليه و أنت رايح تحارب في جند رسول الله صلى الله عليه و تشعر بقمة العزة و الآيات المباركة أشارت أن العزة لله عز وجل و للنبي صلى الله عليه و آله عفوا و لمن كان معه فالمفروض المسألة العكس أفوا وين دثريني زمليني مو نوصص عندنا إذا كان هو ليس بخائف وكان به سكينة مطلقة خبعي ليش دثرين المزملين طبعا شوف هذه في نقطة مهمة جدا حين عندنا آية وصفت النبي صلى الله عليه و آله بأنه شنو مدثر و آية ثانية وصفته أنه شنو مزمل نعم الفضل حين فيها الآية هل هذه الآية تثبت قصة موجودة يعني لو أنا حين يتحبكت قصة قلت لك مثلا النبي صلى الله عليه و آله تدثر لمدة خمسة عشر ساعة و كان جالس وبعد الساعة الخمسة عشر صار القصة الفلانية كده و كده قلت لك لا تثبت لا يمي لا يسا تقول لك شو الدليل أقول لك الله يقول في القرآن الكريم يا أيها الم مدثر ما للشغل يعني أنا سويت يبت كلمة لمدثر و حطيتها في رواية و حطيت لها سياق وايد و قلت لك بما أن هذه الآية تقول كلمة مدثر إذن هالآية صارت شون الرطلين شون الرطلين هذا و هذا و نفس الشيء المتزمل و أنا أعتب على على الإنسان اللي يفكر بسطحية فعلا يعني مرات تطلع علي أن الله يقول لا حطيت هدى شوية هدى شوية يعني حين إذا كلمة متزمل وردت في رواية شون ما كانت الرواية أفرض فيها مثلا 16 صفحة أقول الرواية قطعا صحيحة لأن كلمة المتزمل موجودة شون هذا هذا استخفاف بعقول الناس وسيدنا دعائك أنه ما يكون ربط أي ماذا ربط يعني أنت حين نثب نسلم أن الله سبحانه وتعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالمدثر و وصفه بمزمل قبلنا هذا شون ربط بالقصة وستدثريني وزمليني ما أعرف شون ربط بالقصة الآن أخو فهمنا هذه القصة ما عندنا في الرواية ما عندنا في رواية الكلام حين قلت ما ذهبنا ماذهبنا ماذهبنا ما في شيء وهو النبي سؤال يا نس أيها العزاء الجماعة الإخوان وهو شوف أخوى الناس تجئ لرسول الله صلى الله عليه وآله ولرسول صلى الله عليه وسلم تجئ للناس الله أكبر منه يعني الله من يلسى حقي ثاني من يتوجى حقي ثاني الله من الخيمة من اللي غطي من اللي يلتج له النبي صلى الله عليه وآله الله مصدنا ولا الناس خديجة عليه السلام أعظم من أعظم نساء التاريخ بس الظلمة نبي صلى الله عليه وآله النبي فمحد خديجة عليها السلام تلتج إلى الرسول صلى الله عليه وآله إذا شعرت مثلا بضيق ولا شيء قلب الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله يسعد دنيا كلها الله يقول له وما أرسلناك واحد يتكهرب من يقولها يقول تدرون شنو هدف اعتت النبي العظام صلى الله عليه شيء واحد بس وما أرسلناك إلا رحمة للعالم بس انت يا رسول الله رحمة لكل هذا الوجود كلها كلها هذه الرحمة تخاف هذه الرحمة تلتجع لغيرها ولا غيرهم أفمن يهدي للحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى الله يقول له شوه من اللي يلتجع له فالقصة في تقديرنا وفي رواياتنا مرفوضة وإحنا الوضع الصحيح عندنا والروايات اللي واردة عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله دخل وهو في قمة السكينة وباركت له الكائنات وسلمت عليه ودخل على خديجة عليه سام يبشرها بأنه يبشرها خلص أي أنه نزل الوحي أي أما أنه كان خايف وكان مدثر وكان مزمن ما نرط فنقدر نقول له ما قال له دثريني وزن لا أبدا ونعم أما وصف أنه وصفه بالمدثر هو القرآن وصفه ما يقول له غير الكلام أما المزمن في القرآن وصفه بالمزمن هذا كناية اللي يدرس لغة عربية يفهم الكنايات ويفهم الاستعارات كناية يا رسول الله بدأت التبليغ الحين الله أكبر فالسابق الإنسان في وجه شبه أن الإنسان مثلاً لمن يدثر ويشيل الرداء ويقوم ينطلق مثلاً حين واحد يكون مثلاً نايم الساعة ستة أيها اللي تقول له يلا قوم سووا الشغلة الفلانية يشيل الرداء ويقوم يتحرك هذا استعارة أو تشبيه وأنه يتأكد من نبوتة من قبل رجل مسيحي ورقة هذه مصيبة أقولك وين المصيبة شوف تخيل الله سبحانه وتعالى يرسل الملك والنبي شك ثم يروح حق مسيحي ثم يقبل الله أكبر يعني الله سبحانه وتعالى بنفسه وجلالة قدره عن شو نعبر بس يعني خلأ أصيغها بعبارة أخف بدي أصيغها بعبارة أخف بس خلأ أصيغها بعبارة أخف الله سبحانه وتعالى أرسل رسول لتهديئة النبي صلى الله عليه وتبشيره والنتيجة النبي ما استقر قلبه من الله سبحانه وتعالى ثم ذهب إلى شخص مسيحي واستقر قلبه وصدقه فصدق برقة بالنوفة لكن مع الله سبحانه وتعالى لا لا والعياد أدري بعد القصة اللي ذكرناها فشلون هذا يصير بس ترى فيه شوية هو سيدنا بيكيج كامل في صور متعددة عن هذه النماذج يعني أنت الآن من أنكرت مثلا أو قلت أن المذهب لا يقبل هذه القصة يعني أنت ترقعة تلزمني على القواعد اللي حطت قبله شوي أن أفكر بالانتحار أن كان يسحر هذا كله أيضا في المذهب الجعفري مرفوض تماما أبدا هذه قضية السحر مرجودة في بعض المصادر للمسلمين نحن عندنا تجاهها موقف سلبي جدا وشديد جدا بش المعنى شون النبي يسحر صلى الله عليه وآله خلو يمكن شريرة يتلى يا سيدنا أول شي أول شي تخيل أن أتهم النبي صلى الله عليه في القرآن بأنه ساحر و الله سبحانه وتعالى كان فيه مقام استنكار هذا الشيء ثم يقع عجيب عجيب يعني وهو أصلا من دعاويهم الذي تثبت في نظرهم بطلان دعوة النبي هو أنه ساحر ولعاذه بالله هو ما يشير يتأثر في السحر حتى أو أنه مسحور تشيري له المعنى أنه ساحر ومسحور فإذا صدقوا إذن الكفار في كلامه فتبطل احتمال تبطل النبوة إذن وين الله سبحانه وتعالى يستنكر هذا اللي صار هذا واحد اثنين النبي صلى الله عليه وآله الهدف من إرساله شنو هداية الناس رحمه الله وآله مبشرة ونذيرة حين هو لهداية الناس أنا الحين إذا احتمل النبي صلى الله عليه وآله إذا أقبل أنه يسحر والعياذ بالله سؤال أي رواية لي فيها هقول لك احتمال المسحور شون تبطلها ما أقدر اطرها شون تبطل إذا فيه احتمال هذا علماء قاعدة واضحة إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلاد يعني إذا احتمل بأن النبي صلى الله عليه وآله الاحتمال يسحر في كلامه فاحتمال يسوي الشيء ما يسوي يعني هو كان هذا في الرواية ما أقدر أصدق ولا نص ما أقدر تصدق شون تصدق فتبطل نبوة النبي صلى الله عليه وآله ثم تعال إبليس أقوى قدرة من الشياطين أقوى قدرة منهم إبليس الأم يعني الأصل وأقوى قدرة من العفارية وكلهم هذا إبليس يشهد شهادة في القرآن الكريم يقول أن أنا ما لي سلطان على عبادك المخلصين هو يشهد هو يشهد يا جماعة صدقوا إبليس إبليس الكبرى يقول أن أنا ترى العباد المخلصين ما قدر أسوي لهم شيء رجل عادي أو امرأة ساحرة تكون هي تؤثر طبعا إبليس هو المنسوبة لهذه الدعوة والشياطين هو تبرى منها قال جماعة أنا ما ليشغل أنا ما أقدر عن النبي أنا ما أقدر أسوي هذا الشيء عجيب فشلون هذا الشيء عبس ملاحظة سؤال وشلون على فيهم نص معنى عنه أنه كان فيه نكتة سوداء في قلب النبي ويتأثر من إبليس مضمون رواية أن النبي صلى الله عليه ولي كان يلعب مع الصبيان هاشا صلى الله عليه ولي عموما كان يلعب مع الصبيان هاي لها قصة ما بيعلق عليها فمع الصبيان ثم يألأ جبرائيل أو أظن جبرائيل أحد الملائكة ثم أخذ على الجنب وخر عن الصبيان ثم هو صرعه صرع النبي صلى الله عليه ولي حين شون يكون الصرع يعني التصور عندك أنا ما أدري مثل تعارك ما أدري الله العالم نحتاج نستفتي ونجاب أنا لا أعلم أنا لا أعلم صرعه صرع النبي صلى الله عليه ولي وثم شق صدره من اللي شك صدره جبرائيل أو أحد الملائكة حين أنا ناسي الناس يعني ناسي الكينيموس أظن جبرائيل عموما خلي قول واحد من الملائكة إذا قلنا أحد ما لاكي أصدق عليه جبرائين أصدق جبرائين نعم عموما ثم أشق صدره صلى الله عليه وآله ثم أخرج القلب داخل هذا القلب في شيء نقطة مثل سوداء وهذه النقطة السوداء حلقة الوصل بيننا وبين الشيطان يعني الشيطان يوسوس لنا من خالي النقطة يعني أشبه بنقطة أنا أحترم أن نقعة قاوم وايد وما تعلق كثيرا أنا في مقام الشرح فهذه النقطة السوداء لأشبه بنوع من نوع التواصل مع النبي صلى الله عليه وآله يعني أن هذا الطريج يقدر إبليس يأثر على النبي فيه على كل الناس كلنا عندنا هاي النقطة السوداء يعني هلقت الوصل بيننا وبيننا لازم فيه طريقة للتواصل لازم يصير فيه اتصال بين الطرفين بخلال الشيء تحين تليفون ما تكرر تتواصل مع الشبكة لازم فيه شيء يضطك بيننا وبيننا نفس الفكرة فأخذ الملك وشال هذه النقطة ثم غسل قلب النبي صلى الله عليه وآله ثم وضع عرضه باختصار شنو رأينا احنا رأي مذهبنا في هذه عندنا هذا قطعا ما يصير مستحي هو طاهر مطهر صلى الله عليه وآله وهذا التصور يعني تصور عندنا عليه ملاحظات في وصفه للنبي صلى الله عليه طبعا ينقل بعدين وكنا نرى أثر المخيط يعني الخياط كنا نشوفه في جسم النبي صلى الله عليه بس بس سيدنا ترى عليك بناءا عليك كل غلط عندنا كل ميجوز كل حرام وصفه النبي به صلى الله عليه وآله سيدنا احنا مو في مقام اثبات الصحة من السلام لا 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 ابدأ احنا كلامنا الجانب الجعفري نطرح الوضع نظرتنا اتجاه ما جاء انا اتوقع المشاهد كم دقيقة وصلنا عادل اتوقع يعني حكم معرفتي بربعنا وجماعتنا وشبابنا وأهلنا ليه نص ساعة هذه اللي قضيناها مع بعض الشيعة اتوقع كلهم مصدومين ان هذه الأمور مرفوضة ادعائك تدري شن يعني سيدنا يعني انت فيما عرفتك للنبي لازم تفلتر أي شي سمعته من قبل وتعيد الصيادة من أول يديد طبعا طبعا اكيد هذا عجيب ليش الروايات تحث الإنسان على التفقه في الدين تفقه راجع للجانب العقدي والجانب الفقه تفقه مو يعني بس مساء الشرعية طبعا ثاناتهم عجيب والتعلم العقائد عجيب أعظم من الفقه مون تقاصا بالفقه لكن العقيدة هي الأهم قبل أن ننتقل للموضوع اللي بغينا الحين بما أنك ضيقت خلقنا وزعلتنا وكل هذا التصور كان أنا أكثر مشهد يأثر فيني لما أفكر بسيرة النبي صلى الله عليه وعلي شلون أسري به شلون المعراج هذه الفكرة سيدنا تخلي الوقت أولا تخلي الفكر يتعطل يجب أن تعطل عقلك ما يصير تتخيل لو ش تسوي ما يصير فشوية حتى نستقر نسكن نبي السكينة على حب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حدثنا عن الإسرائي والمعراج هل حقا أسري بالنبي صلى الله عليه هل حق قابقوا سيني أو أدنى سبحان الله شوف اللسان يعجز عن عن التكلم عن هالمسألة بالخصوص الله سبحانه وتعالى أخي أعطيك مقدمة بسيطة سبحان الله يا شو سبحان الله الرواية تقول أنفة لله يعني شنو يعني تنزيه الله تسبيح يعني تنزيه سبحان الله يعني سبحان الله يعني الله سبحانه وتعالى منزه عن أي شيء بالك فمنزه أن يكون جسم منزه أن يكون عاجز منزه أن يكون ما يدري منزه منزه عن أي شيء بالك ففي ارتباط بين التنزيه وبين عظمة الله سبحانه وتعالى كل ما نزهت الله سبحانه وتعالى كل ما شنو عظمته ففي ارتباط بين الأثنين إذا تقول لي سيدنا هذا في تصور الخاص شو نقدر أعرف عظمة الله سبحانه وتعالى يعني أكثر شيء أنا في قراءة الشخصية تفهم من عظمة الله سبحانه وتعالى لأنه في ارتباط بين التسبيح وبين شنو بالتنزيه بين العظمة عظمة الله سبحانه وتعالى فكل ما نزهت الله كل ما جانب العظمة أصار عندك كبير جدا الجواب موجود في القرآن الكريم والمتكلم هو الله سبحانه وتعالى الله يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام سبحانه عجيب تعرف عظمة الله سبحانه وتعالى شوف الإسراء والمعصف سبحان الذي فأله يأشر إلى عظم الله ليش؟ تلك الحادث لأن من هذا الذي أسري به الله رسول العظيم صلى الله عليه وسلم شعر جسمك الشيسين شو اللي صار هناك شو اللي صار هذا هذا فعظمة الله سبحانه وتعالى مرة تقراها على نحو الكون ودقته وعظمته وشو اللي صار فيه أعطيك بعض المعلومات سريعة نوقف بعدين نرجع خلنفتح قوس رويك شغلة بس عن الكون يبقى تصور معاي شوه الكون شوف هذا الصلب كلامنا عن النبي صلى الله عليه وسلم المقدمة الأولى هذا الكون كبير جدا هنا أتكلم على الأرقام التقريبية في العلم الحديث شوف من هنا إلى الشمس شمس طالعة أو لا طالعة طالعة أقريبة شكل شكل أي يمنى مبدئين أقريبة نزيل هذه الشمس مولانا بيننا وبينها تقريبا 150 مليون كيلومتر يا الله نزيل فنعطيك الحسابات التالية دعنا نتكلم على الضوء الضوء يمشي في الثانية الواحدة تدري كم؟ شم تدرون كم أو لا؟ مو علمين أنت واضح أدى بها الضوء يمشي في الثانية الواحدة ثلاثمية ألف كيلومتر يا الله يعني شوف كلمة يا هاي ثانية الضوء صاحب نتو ولف على الكرة الأرضية سبع مرات ونص شفت شلون خلال الثانية خلال الثانية واحدة هذا مولانا حتى يوصل للشمس يحتاج شدري كم يحتاج ثمان دقائق عجيب شوف معنا يلف على الكرة الأرضية كلها بالثانية الواحدة بس البعد اللي بي ثمان دقائق انطر انطر ثمان دقائق من زين خلال يسلكي إياها ركافت أنت سيارتك شين سيارتك؟ لا ما يسير سوي لها ترويج لا ما يسير سوي لها ترويج ركافت السيارة وفولت بان زين ودست 120 وحطتها في تثبيت السرعة من زين وطلعت من الكرة الأرضية ورائح صاب الشمس زين حتى توصل يبين لك 143 سنة تقريبا إن شاء الله تخيل معي 143 سنة حتى توصل انت ماسك السكان وتم توصل بعد كم؟ 143 سنة 143 سنة تقريبا 143 سنة هذا وين هذا؟ هذا الشمس اللي هي كاحي حلو نزين 143 سنة سبحان الله دعين شوي نوسع الدائرة درب التبانة درب التبانة طبع المسألة وايد مهمة يعني ركز معي رح تفهم من هو الرسول صلى الله عليه اللهم صلى الله عليه صلى الله عليه صدقني رح تفهم من هو الرسول صلى الله عليه جزء منها فدرب التبانة لو تبقى تقيسها مع بقية الدروب يطلع عندنا غيرنا مليارات المجرات مليارات انطر فأحين قررت أن أنا أمشي في درب التب من الكويت من الكويت يعني اطلع من الكرة الأرضية ليه درب التبانة ليه نهايتها إذا بالضوء احنا قلنا الاشتام شم دقيقة قلنا ثمان دقائق لو تصير بسرعة الضوء توصل بعد 100 ألف سنة 100 ألف نزيل خلحين برويك شون أن 100 ألف سنة أنت مفاهمها عدل بسرعة الضوء فأخلا لنحا ما تعمل بالضوء بحولك يا مسائع سيارتك مرة ثانية 120 وبتوصل ليه درب التبانة تحتاج كم سنة تحتاج 950 مليار سنة مليار سنة يعني عندك ألف شو أعراب لك المليار عندك واحد بعدين عشرة 100 ألف عشرة آلاف 100 ألف مليون نزيل 10 مليون 100 مليون 1000 مليون اللي هو المليار مليار كرر هذا كم 950 مرة هذا شينو هذا درب التبانة درب التبانة يعتبر صفر درب التبانة داخلها مليون نجم مليارات مليارات شفت هذا الرقم الحين الله سبحانه وتعالى أنا بس كلمنا عن درب التب أنا ما تكلمنا عن الكون والمجرات والكون اللي بعد وقصة الله سبحانه وتعالى يقول ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا الله إلا شنو اللامتها ولا شيء الله الله يقول عن الدنيا ولا شيء وشفت هذه عظمها ولكن لمن يقول عن النبي صلى الله عليه وله يقول إنك لا على خلق شنو عظيم عظيم هذه الدنيا ولا شيء ولا شيء لكن النبي خلق عظيم عظيم صلى الله عليه فهذا الوصف لله عز وجل الله يسكت اللسان عن أن يشرح أحين يعني الله اللي خلق العظم كلها يقول هذه لا شيء ولا شيء والذي خلق لا تكلمنا عن ميكائيل والأسرافيل ولا اللوح ولا الكرسي ولا تكلم عن الكون هذا درب تبانه صفر في المجرات الثانية وخلق محمد عظيم الله يعظم النبي صلى الله عليه واله أسريه به في الروايات عندنا عندنا روايتين مجموعة من الروايات لكن وردت هذه المجموعة وهذه المجموعة المجموعة الأولى تقول بأنه أسريه بالنبي صلى الله عليه ومرتين وعندنا رواية ثانية تقول 120 مرة يمكن الجمع بينهم ما في بينهم تعارض في لتفصيل هذا يعني مو مرة واحدة الأسرة لا لا أبدا مو مرة واحدة صار مرات كثيرة سيدنا احنا تونتر خلصنا دراسة العقائد شوية الله ما يسوه شيء طبعا طبعا هذا أكثر من مرة شوف أسر يبهي إلى السماء صلى الله عليه وآله وفي أحداث كثيرة يعني هذا يبيل لها بودكاست كامل إن شلون راح ورجع والتقى وهو راجع مثلا يوم راح المسجد الأقصى ورجع بطريد شاف قافلة ونزل فيها واستعمل الماء وكذا ورجع بعدين قال لهم أنا توك كنت هناك قالوا لا أنت ما تقول كذا قال لهم خلاص الفير مع طلوع الشمس تشوفون القافلة سؤلهم عن حدث الفلان صار ولا ما صار حتى يثبت لهم شيء وبالضبط اللي صار وشرح لهم شيء اللي شافه بيت المقدس والأسواق وتفصيل طويل هذا يعني يحتاج لها بودكاست الله أكبر نزيل فحين أسير به إلى السماء صلى الله عليه وطبعا في رواية نبي جسده وروحه صلى الله عليه نعم جسد وروح نزيل هذا عليه مشهور علماءنا الله يقول شوف واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا شلون النبي يسأل يلا يقول لي شون عجيب فيخاطب النبي يقول لي اسأل الرسل اللي قبلك شلون يسألهم في لصاو المعراج عجيب هذه آية من آياته الله وصارت بعض القصص اللطيفة أهو أنت مجرد ما تقول لطيفة سيدنا اللي نعرفه في رؤية أن كل نبي سمع بذكر النبي الأكرم ويعشق اسمه وكان يلتقي فيه وفي رواياتنا كل ما يشوف نبي يسأله عن علي عليه السلام في كل عفوا 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 سيدنا شوي شوي يعني الحين النبي بالإسراء والمعراج صارت فرصة اللقاء بينه وبين الأنبياء الذين سمعوا عنه كثيرا يعلمون به قبل الجبرائي خش فلما كان يلتقي فيهم فالأنبياء مثلا يسألون النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن أحوال كيف خلفتهم مع علي عليه السلام كذا ومجموعة من الروحي الأكلف من القصص اللي صارت أنه نقدر نقول أول أذان وإقامة صارت أذن وأقام جبرائيل عليه السلام ثم تقدم الرسول صلى الله عليه ولي وصلى جماعة بجميع الملائكة الله أكبر وبجميع الأنبياء عليهم السلام هذه الصلاة تقدمهم صلى الله وصلى بهم جماعة في أكثر من مورد في أكثر من صلاة ومن الشغلات اللطيفة التي صارت وهذه لها طرق معتبرة على رأي كثير من العلماء طبعا أنا أتكلم على ذاكرتي يعني أنا لم أحضر هذا الشيء فقد أعبر بس هذا بالحلقة الياعية نجول الروايات فمن القضايا التي صارت الله سبحانه أخونا أطوف بعدين أرجع أنه وهو نازل للنبي صلى الله عليه بعدما أسر به السماء التقى بموسى بن عمران صلى الله عليه الله الله فقال يعني قام يتكلم معاه فقال له كلفت يعني من الله عز وجل بخمسين صلاة نحن كان صلاة نحن كم صلاة نصلي نحن خمس صلوات كانوا خمسين هما يا أبو يا فموسى عليه السلام قال له قول حق الله يخفف على أمتك ما يتحملون وحين لا توجيه هذا ما بيوجه الحين شعق قائديا النبي كان يدري ما يدري لتفصيل بمكانه ما راح أفصل نصد الكلام وننخرب الجو فكان يرجع إلى الله سبحانه وتعالى يطلب منه التخفيف روحي لك رحمة الله ويرجع وإلى أن خففها إلى خمس صلوات ولكن يوم نزل بها صلى الله عليه وآله تركانت بس ركعتين كل الصلوات عجيب يعني الصبح ركعتين الظهر ركعتين العصر ركعتين المغرب ركعتين العشاء مغرب لكن في نصوصنا المعتبرة أن النبي صلى الله عليه وآله أضاف وهو له الولاية صلى الله عليه وآله هذا سؤالك ما أتاكم أبسون فاخذوه وما نهاكم عنه فانته وهذا ورد في الكافي باب بأسانيد معتبرة وصحيح حسنة إيمان ما راح تكلم عنها كثيرا لكن هو أضاف صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله من زي فهذا من الأحداث اللي صارت من الأحداث اللي صارت أنت حين تبي جو الفرح ما تبي جو الحزن ولا الاثنينة في جو حزن جو حزن على النساء إي لا تقول لي محجبات إي موجود هذا يا أبويا يا أبويا خبري تبع أنت هم عصبي سيدنا أنا مو عصبي أنا أول شيء أنا أنقل كما جاء في الروايات أنت ييب دليل على وجوب الحجاب تعالي رحم الله عندما يقول شيء ثاني الله المستعب شنو شنو صار عفية عليك الله عندما نزل النبي صلى الله عليه وآله وهذا الرواية معتبر على رأي جملة من العلماء يعني له المشهور بعد سندها مو في بالي لكن سندها أظن يعني هو أكيد معتبر على رأي كثيرين يعني نزل فدخلت فاطمة عليها السلام ورأت رسول الله صلى الله عليه ويبكي عجيب يبكي النبي صلى الله عليه هذه وقت توقف عندها لازم إنسان يوقف أن الخاتم صلى الله عليه يبكي أسري به رجع إلى المنزل بكى هذا إحدى الإسراءات لأنه أكثر من إسراء ومعراج لماذا تبكي؟ ما صار يا رسول الله؟ يقول يقص علينا مجموعة طبعا لحد يفهمنا فقط ناظر للنساء حين كلامنا عن خصوصية هذه والذي فيه شغلات ثانية صارت حلوح الواضح فيقول رأيته نساء معلقات بشعورهن يغلي رأسهن الله سيغلي الله أكبر شي عظيم الله أكبر فعلا شي عظيم الله أكبر طبعا بين قوسين البعض يتصور بأن الدين لازم يكون يعني دائما طبيعي وكل كنتمام وحب الحياة والحياة حلوة الدين منتعى قيم استغفر الله وكي قطع الدين على رأسنا لكن الدين مثل ما فيه ثواب فيه شنو؟ عقاب وإذا معاجبتك الرواية لا سمح الله انظروا القرآن الكريم كلما نضجت جلودهم بدلناها جلودا غير يذوق العثار القرآن كان يثبت بأن لمن الجلد الله يبدله فأصل العذاب موجود فلا تنكره موجود في القرآن الكريم يعني ما حديد جرأ ينكر هذا الشيء هذا شيء ثابت بعدين يقول رأيت مثلا مجموعة من النساء بس أفوا ما قلنا ليش بعدين أقول لك بعدين الرواية هو قاعد يذكر له شل اللي شاف ها أكثر من المشكلة شفت واحدة تأكل لحمها هي تاكل لحمها تاكل لحمها رأسها شعرها ما تسترى جزء منها تطلع بدون إذن زوجها طبعا الناس تستخف بهذه الشغلات استخفوا بالرسول الأنبياء على الإنسان ولا ما استخفوا قل لي استخفوا ما كانت النتيجة والعاقبة اللي عند دين يحتاط اللي يخاف من الله يحتاط لا يجرى على هذه الشغلات لأن الظل هذه محتملة فمع وجود الاعتمال لو أنت هذه المشكلة سيد أنت لو حتى شوية ما تعرف للروايات ما تعرف شنو تريد شنو تقبل خاف أنه موجود في النصوص خاف على نفسك لا عفوا سيدنا بس أعلق على موضوع أن النبي كان يبكي ترى النبي والله رحمة خب في نهاية رحمة النبي أنا ما نقول كل إنسانة شديد بس هذا شي موجود موجود أي يعني مع عدم التوبة فلا تكسروا قلب النبي صلى الله عليه وآله هذا العلقة بين النبي بين العبد سيد ترى تخلي الإنسان يبي يتغير يبي يتعدل بس فيهم مشكلة شخصية في مشكلة مشكلة تنوم عن شنو أسميها خنسميها عن قلة ذكاء في الحياة في ناس سبحان الله صفر حياة موزين ما يفهم يعني شنو أقصدها وهي حين مثلا أقول لك التالي هي مرأة زوجها موزين زوجي موزين إذن هالرواية غلط ليش يعني شليش شالتفكير هذا تفكير سطحي وحد يعني الناس دائما مثلا مثلا يجي بطاعة الزوج إذن أنا زوج جموزين ما لأ شغل هذا بهذا ما لأ شغل هذا بهذا هذا عكم شرع يتعبودي والله أنا مثلا زوج جموزين ما بصلي زوج جموزين ما لش أشرب خمر لزوج جموزين شنو أربط هذا بهذا يعني شنو ربط المعصية مع من شنو مع مثل المساو أنا ما أريد عموما نحن سنبعيد من زين الرواية لطيفة يعني لطيفة أقصد يعني وكالرواية النبي صلى الله لطيفة بس تخلي الإنسان يخاف شوية الناس متجرئة متركة هذا صار عادي صار عادي الحديث عن النبي سيدنا فعلا تريولة السكينة يخل الواحد شوية يفكر فيه رواية المعتبرة تقول ما لكم تسوءون رسول الله الله أكبر يقول له في هذا الزمن الصادق في أي لحظ قلت وكيف نسوءه قال أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه الله أكبر فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك سيدنا الكلام ترى والله يخنق الواحد يعني كرامة مرة ثانية كرامة لرسول الله سيدنا ترى هذا الحديث وهذه الرابط ذكر الإنسان شوف أنا كنت أمس قاعد أفكر أسجل مقطع شيء يبالي أكتب مقطع انشرة سر من أسرار الحياة شنو هذا السر من أسرار الحياة فكرت بسيناريو واقعي ليس خيالي أعرف هذا السيناريو أن صورة لأشخاص وهم في 12-16-14 مسجر رابع لهم صورة وهم يضحكون مستانسين من زين هذه الصورة وخذتهم هم هالأعمار وقف الحين ثم طبوا في حياتهم ووصلها إلى 30 والأربعين ستجد واحد من هالقروب كان مو زين وللحين مو زين وواحد كان مو زين وصار زين وواحد كان زين وظل زين وواحد شنو الفقر رابع كان زين وصار مو زين الشاهد كان كل واحد بطريج ويوم من الأيام مع بعض مستانسين وفرحانين وأحد من هالقروب يفكر بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم ويفهم الحياة يفهم بأن الحياة رايحة وأن أنا ميت حتي مع الباشر عقب باشر يومين اسبوع شهر شهرين ميت وإذا مت ما في ولا شيء في دنيا لعملي واحد من هالقروب فهمها القاعدة يشتغل عليها صح لمن يشتغل عليها صح يعيش في قمة السعادة والله والله أن أسعد إنسان اللي يفهم الآخرة أسعد إنسان ما في أصلا أصلا الحياة كئيبة فعلا أنا مرات أفكر وتفكيري جاد إن الإنسان ما يعتقد بالآخرة ويعيش كآبة والانتحار أمر بالنسبة لها طبيعي شنو المانعنا ما ينتعر إذا ومفارقة معه ما عنده شيء ولا فهل يعني أصلا أضيق وكذا أما الدين يخليك فرحا الله أكبر تدري وين وجه الفرح وجه الفرح أنك تعلم أن في إمام تعلم وتعلم أن هذا الإمام يسمع ويرى ويمكن أن تبني معه علاقة الله وهذا الإمام يهتم بك كثيرا إننا غير مهملين ويمكن الأصول إلى قلبه مصعب وإذا وصلت إلى قلبه وجدت الجنة كلها فالدنيا عبارة عن مكان هذا كلها من الصورة التي قلنا عنها هذه إحدى الشخصيات وجسوة من هالناس أنا أتكلمك عن شيء واقع وشيء أعرف الجو هذا اللي قاعد أقول لنا وجزء من هذين الناس من كان طيب وزين وخوش واحد وعنده مبادئ وطالع بعيني الدنيا غيرته وصار يقعد مع ناس فاحشين الثراء وبي لباس مثلا نساء غير لباس غير شرعي وأغاني وحفلات أغاني والدنيا ما أخذته خلاص الدنيا شنو؟ ما أخذته سحبته لو تأشر له يشوفك ما يدعنك لو تصرخ يسمعك ما يسمع وهذا الإنسان جمع المتناقضين شنو التناقضين تجمعهم؟ جمع أنه في لحظة مستانس وفي لحظة غير مستانس ومعارف في ظلم الطرف في حياته أسبوع يعيش بوناسه أربع ثلاثة أيام يتصل علي أو يتصل على أحد المعممين أو على أحد الطلبة تعبان شا سوي ما عندنا ماديا ممتاز سيارة أحسن سيارة معاشي أحسن معاش فلوس 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 عنده بس فاقد لمحور السكينة بس ها هذا محور السكينة ما يفقدها 24 ساعة عشان شديد يتأمل باللقاء يسوي أغاني وناسه وكذا بس لمنتي اتحطمة ممكن يرد يقوم مرة ثانية بس يرد يقوم مرة ثانية استدراج الله سبحانه وتعالى رواية الصحيحة تقول إذا أراد الله بعبد سوءا فأذنب دمبا أتبعه بنعمة حتى يستدرجه يستدرجه بس هذا يضعنا في موقف محرج وجزء من الناس من القلوب هذا كان موزين وكان صائع وكان بعيد عن الدين وكان 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 هده نطالها ولا تغير طالع شون انتقل من معسكر الضلال إلى الهداية فهذا الجو يخليك تفهم الحياة طبعا هذا يعني اسلوب يعني مو واقع الحياة هي ما تسوي بس أنا أقول يعني شو قاعد يصير بالناس ليش الناس ما تعرف السر الناس مفاهمة السر الدنيا لها سر هذا السر تضربه يوم الأم عليه و السلام سلام الله علي إذا فهمت تفهم كل الدنيا سلام الله علي كلها شوف أصحاب الكهف هذه واحدة وردنا نرجع لها كالأمين اللي قلنا أصحاب الكهف مو أصحاب الكهف في سورة الكهف مرع لكم قصة الكنز صح صح انت حي مولانا والله كلما دي مذاك الزود زين فمثلا طبعا مثلا مواقعا ممكن أنت أصحاب ملايين مثلا طبعا فيقول تتوقع أنه كنز معناته حصله عشر تالاف امية ألف صح كنز خبعد فلوس ده القرآن قاعد يقول كنز تيجي صدمة شنو الصدمة أن هذا الكنز كان عبارة عن ورقة شلون فيها أربع حاديث بس مفلوس بس الله شنو يسمى كنز شنو الأربع حاديث ربنا هذا كله أقول لك على الذاكرة أنا ممحضر هذا كله يعني 95 مليا ممحضر ونعم منك سيد ايفا يعني إذا بوشت عالي ماش معاي إحدى الروايات الأربعة أظن شديد مضمونها أو نصها عجيبتو لمن أيقن الموت كيف يفرح الله شلون هذه مفاتيح وأسرى لذلك هاي هذه من للذات شلون ها قصدك ما أستانس المتدين يستانس ويفرح بس مو الفرح بالمعصية ولا بالأمور الغلط خوش كلام الفرح بالطاعة بالمستحبات بالأمور التي الله سبحانه وتعالى حلوها وهي ما أكثرها أمو هل بعدين تذكر رواية ثلاث شغلات هم مؤثرة جدا وعجبتو شديد عجبتو من عجبتو من من أي قنى الحساب كيف يظلم يمكن شديد مضمونها باتشر الله رح يردلك أنت تعال يعني أنت تظلم صحي يو الله فعلا أنت في حساب شوني حساب حساب يعني صراط ما طوفة إلا بعد استفاء الحق فاش تظلم رح يأخذ منك صحيح أنت معاقل لا يسوي شيء عموما تذكر رواية ثانية حين وقفنا نحن نرجع حق الإسراء والمراج الآية المباركة في صورة النجم غريبة الله يقول ثم دنى فتدلى فكان فكان قاب قوسيني أو أدنى شنو هالمعنى روايات تبين طبعا هذا شيء عقائدي نحن كشيعة ما نعتقد الله في مكان حلو أصلا الله ما يسير يكون في مكان فالاقتراب خلنا شوي نتكلم عن النقطة لأن هذه عقائد مهمة نزيل خلنا أسألك سؤال أنت تقول شوان الله مو في مكان أسألك السؤال هذا المكان مخلوق ولا غير مخلوق شو تقول مخلوق إذا كان موجود حلو نزيل قاب الله يخلق الله وين كان مكان مكان شفتشل فغلب فالله هو خالق المكان فكيف يكون فيه نزيل حلو خوش إيه هذا الشغلة الشغلة الثانية لو كان في مكان أنت إحنا فيه المكان صح أو لا من هو أكبر إحنا أو إلا هو نزيل إحنا أصغر من هالمكان ثلاثة إحنا بدون مكان نقدر نوجد إحنا ما نقدر يعني إحنا لازم نكون فيه ضمن مكان كلمة إحنا لازم فيه مكان ومكان أنت فقير أنت صح فقير يعني أنا ممكن وجود ممكن وجود وواجد آس رايك ممكن وجود دارس بس إن شاء الله فاهم مش عافظ لأن إن شاء الله فاهم فإذا قلنا بأن الله فيه مكان معناته هو والعياذ بالله أصغر حجما وهذا كفر بالله عز وجل من جهة تسقط الاعتبارات كلها ايه ومعناته أن الله والعياذ بالله فقير ليش لأنه يحتاج حتى يكون حلو كلمة احتياج عن أنت فقير وغني خوش كلا الله غني من جميع جهة خوش كلا عموما فثم دنا فتدلى فكان قابق وسينا ودنا قربا معنويا من الله سبحانه وتعالى خوش كلا الله أكبر بعدين الله يقول فيه مكان عند سدرة المنتهى بس بس هذا القرب المعنوي كان فيه مكان النبي بيروح لسر طبعا فيه مكان فيه شجرة سدرة المنتهى هذا المكان اللي جبرايل قال حق النبي جبرايل عليه السلام وقف وقال له يا رسول الله بعظمة جبرايل طبعا جبرايل لحظة ترى يستاهل جبرايل جبرايل صلوات الله عليه سلام الله طبعا جبرايل تريد تعرف أنت تقول شو أن تعرف عظمة الملائكة عليهم السلام أقول لك السجاد صلوات الله عليه بنفسي وعظمته خصص من وقته ودعى لملائكة الله عز وجل في الصحيفة السجادية دعاء يمكن رقم أربعة همع الذاكرة أظن دعاء رقم أربعة عنده دعاء للصلاة على الملائكة ثم يذكر جبرايل عليه السلام ويقول له أمينك أظن أمينك على وحيك يعني الله استأمن جبرايل على الدين أنت راعي الأمانة من هو من هو يعطي الأمانة الله عز وجل الله عز وجل وشنهي الأمانة الدين الدين الله 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 مع كل الأنبياء طبعا هو جبرايل مع كل الأنبياء معهم كلهم فجبرايل عليه السلام مكان تعظيم وجناحش كبرى وخلقة غير طبيعية فقال ما قردش يا رسول الله بروحك اسري على أو امشي على بركة الله فإنك وطأت موطئا لم يطأه أحد قط ما في ولا كائم الكائنات أي كائن خلاص انتهت المسألة بعدين الله يقول عندها جنة المعوى دخل الجنة وصل الجنة وهو الوحيد الذي دخل الجنة وخرج منها أنا وما أنتم مخرجين منها كأنما طبعا الوحيد صلى الله هذه ولاية مطلقة له على كل شيء صلى الله عليه وآله دخل الجنة وصارت بعض المثلا شاف ملائكة يوقفون يبنون يوقفون يبنون فسألهم وهو العالم ليش كذا قال ننطر مثل المدد من هذير تسبيحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله على كل كلمة يبنى لهم بناء يعني تسبيحات لها ارتباط في الجنة إن كأنما مصداق الأعمال يتحول طبعا الآن سيدنا إذا مثلا نعم هم باكر النبي لما أنا أقول هذا اللفظ اللهم صلي على محمد وآل محمد فالآن الأثر يبنى طبعا في ذلك الله فدخل الجنة وصارت بعض الأحداث نحن قلنا مو هدفنا نتكلم عن إصار المعراج خرج النبي صلى الله عليه وآله من الشغلات التي صارت هذه وارد برواية مؤتبرة أن الله سبحانه وتعالى يوم عندها جنة المأوى عندها سدرة المنتهى يوم مصر ثم دنا فتدله رواية تقول سلمه الله عز وجل كتابه كتاب فيه جميع أسماء أهل الجنة وكتاب فيه جميع أسماء أهل النار فهو عنده صلى الله عليه وآله وعندما نزل يسلمه إمام لإمام إلى الإمام علي عليه السلام سيدنا ترى أنت قاعد تستفزني بالأسئلة أنا فضولي هم شي رح نفتح ألف باب سيدنا إن شاء الله نعلق سريع عني ثم رواية تقول أنه هذا يتناقل الكتاب من إمام إلى إمام والرواية تقول نبي صلى الله بطل ذلك عندنا في الروايات الأمم عليهم والسلام من الجبار متوسم فيقرأ إن شاء الله تعالى ما نعرفها حقيقتها وكذا فيعرف أنه في عقيدتنا هذا من أهل الجنة ولا من النار هذا سؤال سيدنا أنت من صرفنا عن الإسراء والمعراج نتفكر فيها قاعد أرجع لبداية كلامنا لا ينسجم أبدا شخصية هذا النبي في هذا القرب في هذا المكان في هذه الصور والمشاهد مع ذلك المصور أنه خائف ومرتبك فأنت قاعد ترى عندنا في الأدعية في زيارة الجامعة وغيرها أنه إن زال الأمم عليهم وسامعا من زلتهم هذا عظيم لازم نجعلهم صلوات الله عليهم وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وآله ثم لحظة أنت تقول لي والعياذ بالله خائف لا بأس أن أعلق عليها عندنا في أظن هذا النص نعم مروي عن الإمام علي علي سامن ما خاتني الذاكرة كنا إذا اشتد بنا الوطيس لذنا وراء رسول الله صلى الله عليه علي بن أبي طالب حين لها المعنى الرواية توجيخ بغل نظر عن تفاصيلها أصل المعنى هذا أن النبي موت وضع شخصيته شجاعته أزين سيدنا ما علي أنت الحين هم خوش خوش محطة وصلنا لها عقب هالكلام كله والتفاتك للذنوب والمعاصي مجرد التفكير بشخصية النبي صلى الله عليه وآله تخلي القلب يخشى النفس تسكن الوضع يهدى الإنسان يفكر في آخرته يقوم سلوكه مجرد ما أن النبي يكون في حياتنا إحنا كشيعة إمامية عندنا فرص ذهبية في إحياء أمر النبي في مولده في استشهاده في المبعث النبوي عشر الربيع بزواج السيدة خديجة فقزي أنه عندنا ألف محطة طول السنة تخلينا نستثمر حياتنا مع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بس قبل لا ندخل في أثر هذا على مذهبنا على شبابنا في إحياء المولد إشلون لازم مولد يحيى إحياء ذكرى النبي سيرته مثل كتاب السيد وإلى آخر السؤال هم بتويتر البارح أو اليوم اللي قلت لك عادل الأمس كان ها أحد مشهورين السوشال ميديا شفت إطلالي بالتايملاين معصب زعلان مضايق يقول أنا ترى ما أدري تقول ليش عصبته وشفت الفيوات مالت التحلطم خلال فترة قليلة ووصلت ملايين يعني غير طبيعي الوقت يقول ليش عصبته أنا ما كنت أدري أن مولد النبي بدعة في أحد يقول هكذا ما أدري ومسكين يمبين أن الشاب متوهق مع المسألة مصدوم يقول أن أنا كل اللي كنت أبيه ما أدري عبالي أن الرسول نحبه ولازم بس خلاص ما سويت شي تقول ليش عصبته بدعة وغلط وحرام أنا بس بغيت أعلن ولائل واضح أن فكرة إحياء المولد أعلان الولاء أن أنا والله أنتمي إلى هذه المدرسة هذا الدين هذا الإسلام فالسؤال سيدنا فكرة أن خصوصا عندنا في الخليج في عندنا فكرة شائعة أن مولد النبي بدعة حيث نطلع من المذهب الشيعي واضح رأيي المذهب الشيعي متعنصر لإحياء مولد النبي بشدة متعنصر فالسؤال هل عند أهل السنة أو المذهب الثانية هل المولد عند الجميع متفق أنه بدعة نعم الجواب لا ممكن يقول لنا بدعة بس التويتر يقول غير هذا الكلام إذا قصدك بدعة يعني حرام لا إذا قصدك شوف دقيق أنه عندهم شيء اسمه بدعة الحسنة هذا ابن الحجر الهيتمي صرح فيه من هو ابن الحجر الهيتمي أفوا أحد كبار علماء أهل السنة نزين كبير يعني من علماءهم الكبار وين موجود أفوا لا توفي توفيها قديم نزين معروف يعني معروف طبعا وشنو قال طبعا يرى بأنه بدعة حسنة بدعة حسنة يعني مو شيء غلط مولد النبي مولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة حسنة نعم هذا نقل عنه إنما خانت الذاكرة الطبري نقل عنه هالكلام وأصلا حتى حين دار الإفتاء المصرية المعاصرة الآن ويتمثل جزء من علماء أهل السنة يرون الجواز لاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله دار الإفتاء نفسه نعم وهيرهم بعد يعني مسألة مو محصورة نعم يعني إحنا في الخليج عندنا مثلا في مدرسة معينة فقهية يمشون عليها لكن هذه ليست كل الإسلام فقزك يعني إحنا مو بس إحنا نتفرد في في جواز إحياء مولد النبي صلى الله عليه وآله أبدا كثير أصلا بعض علماء أهل السنة المعاصرين قال أصلا من يقول لي حرام قال يلا قل قل لي أسامي غير مدرسة فلان المتعصب للإحياء قال أصلا قل غير مدرسة فلان ومن يمثله واحد وتحت مدرسة واحدة غير في زمنه واللي قبله قل لي من يقول حرام يقول العكس أنا حد عفو يعني أنت قزك سيدنا أن فكرة أن إحياء مولد النبي حرام تفرد بها حسب كلام هذا أحد العلماء المعاصرين يقول ليه هو راية في النهاية بس أقصد هذا ليش تشيعيا سني سني المذهب يقول صرح بهالكلام وهو من علماء الأزهر عجيب فقال العكس قل لي العكس قل لي منه قال حرام مهي مو أنت تقول لي منه قال حرام أصلا وسيدنا ترى ما عندنا ارتباط مع النبي الأكرم لما نحي المولد حتى المولد إذا لغينا خلي قولك شاهد في الصحيح مسلم يسأل النبي صلى الله عليه ولي عن صيام يوم الأثنين النبي صلى الله عليه ولي في هذه الرواية أجاب قال هذا يوم ولدت فيه ماذا شون تفهم الحديث هذا أفهم أن يوم مبارك أنت ممكن تفهم ذاك الفهم بس في النهاية لا وجه ولا ما لوجه صناعي في الاستدلال ربط الصيام الصيام تعبير عن شنو على الاستحباب على الفراع والاستحباب عنوين العامة هذا الشيء موجود في مولد النبي مولد النبي صلى الله عليه ولي إذن سيد هم أنا أطرح سؤال سؤال اجتماعي أو عملي نطبق إحنا كشباب سيدنا إذا ما كان عندنا يوم نحي فيه طار النبي ترى ما رح يكون عندنا ثم نشقع نسوي نجلس نذكر فضاء للنبي صلى الله عليه ولي تاريخ النبي صلى الله عليه ولي هذه أمور حسنة تفقه في الدين أمر حسن فيصير حسن على حسن وين المشكلة في المسألة مسألة طبيعية على مقتضى القاعدة حتى لو تختلف بالعنوان ما في مشكلة هذا الأصل الجواز في المسألة أنا أطرح عليك سؤال سيدنا إحنا كمذهب جعفري عندنا إحياء مولد النبي وأمره مو بس يجوز بل مستحب وعندنا إذا صنفنا تحت التولي يعني يصير مو بس استحباب فالسؤال سيدنا شنو نقول للشباب اللي عندهم هذه الفرصة في إحياء أمر النبي صلى الله عليه وآله شنو لازم يسوي مولد النبي مبعث النبي عندنا موائد مهمل أنه بعد استشهاد الكاظم سلام الله عليه وآله فمحهد يبي محهد لخلق مناطرين شعبان مستانسين شوف استغلال هذه المناسبات يقوي عقائد الناس يعني في يوم المبعث لأننا نتكلم عن هذه المساء لنطرح ما الذي صار تتفع شبهات كثيرة في أذان الناس والأمور العقائدية منها أعظم الأمور يجب أن يتقرر فيها لله سبحانه وتعالى فينبغي استغلال مثل هذه المناسبات استغلال عظيم ومهما ما نسوي نحن مقصرين نحن مقصرة أي شيء نسوي نحن مقصرين في حق النبي صلى الله عليه وآله فمهما نسوي الإنسان فعلا مقصر في الرسول صلى الله عليه وآله فينبغي الإنسان فعلا يستغل هذه المناسبات بعدة طرق بالطرق الممكنة وإيصال فضائر الرسول الأعظم صلى الله عليه دفع الشبهات عنها المستوى الشعراء الرواديد العلماء الخطباء المتبرعين المتابقات أي شيء أي شيء واحد يقدر يوصل رسالة في سد ثغرة ولو بسيطة هذا أمر في غاية الأهمية وشنو تنصح الشباب يقرون كتب عن النبي صلى الله عليه وآله كتاب السيد سيد الحكيم خاتم النبي رحمة الله عليه كتاب كتبه مرجع من كبار مراجع الشيعة وليلفت انتباهي في المقدمة يقول مع أنه أنت ذكرت لي مرة سيدنا عن معاناة في السجن وشلون تعب وكذا في مقدمة الكتاب ما عطلة ولا شيء عن الدروس وعن الأسل لكن النبي قال شنو أكتب رسول الله منه رسول الله أنا أكتب عنه وشنو بعد سيدنا عندك بالك شيء ثاني يعني هذا الكتاب فيه الغنة إن شاء الله إن شاء الله فيه الغنة وآخر محطة قبل لا نختم الحلقة أنت متعنصر لزيارة النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله وايد يعني بهذه السالفة يعني أنا أستغل فرصة اللايف طبعا سماحة السيد ترى هو المسؤول عن رحلاتنا الكثيرة للمدينة أنت ما تدري عادل مو قلت لك يماتيون يلا تعالوا وعوتنا سيدنا أن نروح نقطع المسافة أحيانا في نروح للمدينة بالطيارة ننزل خمسة واربعين دقيقة لا تخلينا باوربانك لا تخلينا إلا جواز وتليفون لا نسوي أي شيء نزور ونرجع أولا سيدنا قصد النبي صلى الله عليه وآله حدثنا عنه أنا يبتلهم كامل الزيارات نعم حتى قلت يعني إذا تحب حافظ النصوص إن شاء الله أوه لا إن شاء الله حافظها تفدوا إليك نص الأول في زيارة النبي صلى الله عليه وآله أنه من زار رسول الله صلى الله عليه وآله كان كمن زار الله في عرشه نحن متعودين هاي نسمعها عن الحسين ليش شوف أوضح مصداق إذي أي شيء من ارتبط بأله سبحانه وتعالى هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أي شيء أي شيء يعني أي زاوية إذا تبيع تعرف عن علم الله عن علم الله عز وجل فالرسول صلى الله عليه وآله رحمة الله الرسول صلى الله عليه أي جانب من هالجوانب هو الرسول صلى الله عليه وآله فهو الذي يمثل الله عز وجل في أرضه تمثيلا مطلقا بالنصوص اللي قلناها فليش تستذكر تكثر علينا مثل هالروايات شنو قالت الرواية تزور النبي صلى الله عليه كأنك زاير الله سبحانه وتعالى في عرشه ما فيها أي مبالغة ولا فيها أي نوع من أنواع الحساسية في نقل مثل هالرواية أمر طبيع جدا شوف من أوضح الآيات اللي علي قلتها إن الذين يبايعونك تحت الشجرة شنو إنما يبايعون الله الله أكبر شنو الله بيعت رسول اللاصر الله عليه وآله هي نفسها باعة حق منه حق الله سبحانه وتعالى واللهم لا يدرك وكذا ما نقدر باعم من اللي كانت إيدة فوق أيادي الصحابة إيد النبي صلى الله عليه اللهم صلى الله عليه الله قال يد الله فوق إيديها الله أكبر الله أكبر عن إيد الرسول صلى الله عليه أنهى يد الله فلما نقول زيارته زيارة الله وابحي قصد لا يوجد أي مبالغة هذه هذا النص الأول أصلا ينسجم مع النصوص القرآنية نعم هذا النص الأول النص الثاني الإمام الصادق عليه السلام دخل عليه مجموعة أظن منهم مرازم أحد الروات فشافوا من أيهم الكوفة كوفة مدينة مسافة قال لقد أصبتم المقام لقد أصبتم المقام في بلد رسول الله صلى الله أو شيء سألهم كم يوم تقعدونك قال خمسة عشر يوم قال أصبتم المقام في بلد رسول الله صلى الله والصلاة فيه أكثروا من هذا أكثروا مزوروا لا 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 أكثروا اعملوا لأنفسكم وأكثروا شدي مضمون الرواية هذا اللي قاعد تساونا من يستفيد منه أنت نفسك وأكثروا لأنفسكم وأول أكثر فيه لفظة الأكثر بعدين شوف الرواية تقول الرواية بعدين وأكثروا لأنفسكم نعم قد يقال أن الرجل قد يكون كيسا ذكي فيقال ماكيس فلان يقول عندنا الناس تسأل والله هذا فلان ذكي وكذا بعدين يقول وإنما الكيس وكيس الآخرة الله الذكي اللي يزور النبي صلى الله عليه وآله الله اللي تنفتح الدنيا كلها هذا الصادق سلام الله تنفتح الآخرة كلها فليش؟ ليش تميع نفسك يعني فهذه الرواية الثانية تبين فضل زيارة النبي صلى الله عليه وآله رواية الثالثة هم عن النبي صلى الله عليه وآله من زارني حيا أو ميتا حيا أو ميتا مضمون رواية كان حقا علي أن أزوره حتى أخلصه من ذنوبه الله أكبر وما أحوجنا إلى يوم تطير الكتب ويوم كل نفس في شغل واللي يهرب من أهله ومن زوجته ومن عياله النبي يقول أزوره مع كل هالمليارات كم واحد في الحشر؟ كم واحد في الحشر؟ مليارات بعدين تلاقي النبي صلى الله عليه يتخطر الصفوف ويوقف عندك الله ويقول مثل ما ييتني يهتك أنا تصوير من عندي يعني ويخلص من ذنوبه صلى الله عليه الله أكبر فإذا هذا مكيس الآخرة اللي يضحق النبي صلى الله عليه ويفتهم 24 ساعة لازم يكون بالمدينة فعلا هذه من الروايات اللي يتبين الرواية الأخيرة اللي يتبين فضل زيارة النبي صلى الله عليه وآله يقول كان في جواري يوم القيامة شلون شلون اللي يزور النبي صلى الله عليه وآله تكون جار لغسول الله صلى الله عليه وآله وما أعظمه من مقام سيدنا محد يستحق هالمقام لكن رحمة أنزلناك رحمة طبعا طبعا يعني أنت شلو ما تسوي أنا شلو ما أسوي صفر فشلون يوم القيامة نكون جيران لرسول الله صلى الله عليه هذا الباب مفتوح سيد ترى لما أفكر فيه والله المخي تعطم مفتوح أنت تعرف كثير نحن قسات نحن قسات وايد المدينة المنورة كاهي طيارة رايح راد بنفس اليوم تقدر جربناها تذكرة رخيصة جدا العذر شنو أنا ما أعلم شلو العذر يعني الفرصة والغنيمة اللي راح تقتنم وراء الزيارة الإمام صلى الله عليه وسلم بين في الرواية قال هذا مو ذكي مو ذكي هذا إنما كيس كيس الآخرة يعرف شون يكون جار رسول الله أكبر طبعا فضلا أنك لما تروح هناك تزور فاطمة عليه حسن اللهم صلي على محمد فضلا عن هذا أربعة أمة فاطمة بتأسهد الحمزة سلام الله يعني وين تروح بتروح حق السجاد عليه السلام سلام الله ولا بتروح حق الحسن عليه السلام ولا بتروح حق الباقر عليه السلام ولا صادق صلوات الله عليه سلام سأنا أحد المؤمنين علق تعليق على كثرة زيارتنا للمدينة كذا فقلت ليش ما تتوي يعني فقال هالتعليق هذا أبي أسمعهم رأيك فقال ما أقدر أزور مرتاح أو متعود على جو كربلة على جو النجف مراسيم الزيارة يأخذ راحته يقرأ يقوله هناك ممنوع هذا الشي فما أبي أروح أنا فيا يب علي كربلة قبل ألف سنة قلت له كانت كربلة ممنوعة ترى يعني نعم ما حد كان يزور والإمام كان يقوله أنت أقصد لو توصل تقول له عندنا روايات مطلقة أصلاً في نصف حتى في الخوف يصدق عليه مثلاً واحد مثلاً ما يقدر أخذ راحته ولا تأخذ راحتك لا تأخذ راحتك أنا هدفي أنظر فقط عيني تقع على قبر النبي قلت الزيارة ما قلت الزيارة أنا ما يهمني هذا ما يهمني يعني أقصد إذا كان موجود ما قدرت أهمي الأول والأخير أن أرى فقط أن أصل النبي بس أدخل إلى ريلي تطع المكان الذي وطأه الرسول صلى الله عليه هذا كاف سيدنا للأسف لما نتعود على جو الإمام الرضا قبة منارة صحن أكبر مكان تعبدي في العالم كربلة مواكب إذا هذه ما كانت موجودة فنترك المعصوم ما نزوره نحن لا نزور الأما عليه مسام على هواننا على الشيء الواقع المطلوب مطلوب تزور النبي صلى الله عليه في كل حالات الحالات الظرف يمنع أنك تقرأ الزيارة وكذا ثم ماذا أذهب النبي صلى الله عليه آخر شيء أختم فيه أبي أشخصنها شوية الحين سماحتك في آخر فترة سيدنا ويد رحت المدينة فهل تشعر في توجيه كلامك للشباب هل تشعر أن الأكثار من زيارة النبي بالخصوص تشتركان بس عن النبي دون أن يكون عندك مراسيم الشيعة المتعودين عليها هل هذا الأكثار يشعرك بالإحباط ما تحصل ساعات اللي تبيه ما تحصل ساعات الجو المناسب في زيارة أبدا أبدا هذه نظرة الثقة ما لتك عرفها لها أبدا أشوف لازم إنسانهم يتعود ما يربط زيارته للأم عليه مسلامة بشيء لا يربط بنفسه أبدا تبكيك عيني لا لأجلي مثوب أنا مو قاصد الثواب رايح لك رايح لك الله لا قصد الثواب أمر حسن مطلوب بس أقصد أنا هدفي وصل الرسول الله صلى الله عليه هذا شيء الله يبيه عز وجل قصد الثواب لا بأس به بس أقصد أنا مو الثواب له أعطاء الله أقصد الحاجات الدنيوية هذا قصد صار ما صار وإنت رأي حق منه مولانا العزيز حق منه حق من كان سيدا على أمير ربما عليه السلام الله أكبر وسيد عليه على عليين عليه السلام بعد شين بعد شين يقول أكثر من هالمقام الله أحسنت الله يكتب لنا إن شاء الله جميع أدعي لنا أدعي لنا خل نختم الدعاء المستمعين الشباب المشاهدين اللهم صلي على محمد وآل محمد اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا على أنفسنا وتوفنا مع الأبرار واحشرنا معهم في الآخرة ولا تحرمنا من زيارتهم بحق محمد وآل محمد أحسنت سيدنا اللهم صلي على محمد وآل محمد سامحنا لزعجك سيدنا إن شاء الله نلتقيك في زيارة المدينة المرلية رحم الله والدك